اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مركز الرابع وفي المركز الخامس المركز الخامس المرموق هناك مع طيارة هنا أو هنا كبتان الطيارة ولكن أرى التسلل من شديد لسعيد بن حمد بن محمد بن مية لعفاري والسادي سنياتي مرموق هنا بالانطلاق والتحدي عبدالله بن سالم بن عبدالله لمسافري وسابع المراكز يصر الشهام المبارك بن محمد بن شعفوري العامري وعلى المركز الثامن المركز الثامن هملول محمد بن سالم بن محمد المري من يأتينا على ثامن المراكز وفي تاسع مراكزنا تاسع مراكزنا والانطلاقات والتحديات هنا المتميزة على تاسع المراكز والوصول من قبل الله في صالح بن محمد بن سعيد القابض الطنيقي من ينطلق هنا بالقابض على المركز التاسع وفي المركز العاشر المركز العاشر من الجانب الآخر بالانطلاقات هو التحديات هناك الجميلة والأداء المميز وهنا يصلنا القناص لعزام بن ناصر بالرضا الزيد الشريف من ينطلق على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى خلف المراكز العشرة الأولى أيضا أسامي أيضا شعارات تتواجد بالانطلاقات تتواجد بالتحدي ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى شعار الدكتور العصائل هنا من يقدم لنا العديد والعديد من الأسماء المتميزة ومعودنا بمحمد على أيضا الأداءات الجميلة وأيضا الأسماء المتميزة هنا الصدارة هنا المقدمة مع هملول عبيد بن علي بن سطان بن رشيد من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول بينما مبدع على المركز الثاني سيف بن الصغير بن خليفة ليكتبي من يأتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث هناك الفداع المنطلق فداع فداع سحمي بن سعيد بن فلاح لحبابي من ينطلق على المركز هنا الثالث بهذه الانطلاق أو مشاركة جميلة يا ابو سعيد على هذا الأداء المميز الجميل والوصول من شديد لسعيد بن حمد بن مية لعفاري ومن الجانب الآخر هملول 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 محمد بن سالم بن محمد المري من يأتينا على المركز الخامس بهذا الانطلاق والتحدي الجميل وبفارس مركز أيضا مع انطلاقة هملول وتحدياته الجميل وصل هنا وصل الشهن بارك بن محمد بن شعفوري العامري من يأتينا على المركز السادس والمركز السابع لافي صالح للمحمد بن سعيد القابض الثانيجي من ينطلق بتحدياته واثوروتي والمركز الثامن القناص العزام بن ناصر بن رضا زين الشريف القادم وصل شعار بالسعودي مع العابر راشد بن سعيد بن علي الزرعي هنا شعار بالسعودي قادما بتحدياته وإثارة متميزة بهذا الأدوء الجميل ومن الجانب الآخر هنا أرى اسم آخر قادم أيضا بهذا الأداء الجميل والتحديات المتميزة هناك قاصد لمحمد بن حسن بالحصين ألف طيح الليامي وعاشرا يأتينا مدلل لأحمد بن محمد بن روية لخيين من يصل على المركز العاشر هذه هي النتيجة ها هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ولكن هملول المسيطر على زمام الأمور المسيطر على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول 1600 متر ما تبقى على مجرياتي وأحداثي هذا الشوط هملول عبيد بن علي بسطان بن رشيد اللي اقتبع على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط مبدع في المركز الثاني سيف بن الصغير بن خليفة اللي اقتبع من ينطلق على ثاني المراكز والمركز الثالث فداع فداع لسحمي بن سعيد بن فلاح اللي حبابي أتانع المركز الثالث والمركز الرابع هملول محمد بن سالم بن محمد المري وبن مية قادم مع شديد سعيد بن حمد بن محمد بن مية لأفاري معه شديد على خامس المراكز وفي المركز السادسة هنا لا فيه لصالح بن محمد بن سعيد بالقابض الطنيقي من يأتينا سادسا وسابعا المراكز القناص العزام بن ناصر بن رضازيت الشريف هنا بالانطلقون والتحديات الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير هنا بالتحدي وبالإثارة المتميزة ولكن أهالي العوير أهالي العوير على الصدارة على المقدمة على المركز الأول بدون أي أوامر تذكر ينطلق على صدارة هذا الشوط هنا بالانطلاقات والتحديات المتميزة هملول عبيد بن علي بن سلطان بن رشيد نكتبي وأرى هنا فداع سحمي بن سعيد بن فلاح لحبابي وهناك أرى القدوم من هملول محمد بن سالم بن محمد المري وشعار بن دري بأول ندى باركسا هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل سالم بن حمد بن محمد بن دري الفلوحي ولكن هنا الانطلاقات وهملول هملول وهملول هنا بالتحدي وبالإثارة هملول 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 هالي العوير هو الأقرب للفوز والانطلاق كما عودهم هذا الشعار عودهم بالانطلاقات عودهم بالتحديات وهو تشاهدون هملول على الصدار سلام للعوير سلام اسعدتم صباحا يا هالي العوير على هذا الأداء المميز ومشكور يا أبو محمد مشكور يا أبو محمد على هذا الانطلاقات شعار غني بالانجازات غني بالفوز غني بالناموز دائما وأبدا يقدم العديد والعديد من الأسماء المتميزة تهانين والناموز على هذا الفوز الجميل بينما المركز الثاني وصل هنا هملول لمحمد بن سالم بن حمد المري المركز الثالث برق لسالم بن حمد بن دري الفلاحي وهناك فدع لسحم بن سعيد بن فلاح لحبابي وبمية من أتانا على المركز الخامس هناك مع شديد سعيد بن حمد بن محمد بن مية اللحفاري ونعود إلى التوقيت مع بو عذنان مع مخرجنا المميز بو عذنان وانطلاقته وتحدياته الجميلة مشاهدين الكرام سبع دقائق واحد وثلاثين ثانية وفاءا وتماما وكمالا هو توقيته الزمن تهانين لعبيد بن علي بن سلطان بن رشيد اللي قتبه وشكرا بمحمد علي بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز بينما هملول من مركز الثاني سبع دقائق ثلاثين ثانية ثمانيا من الأجزاء من الثانية توقيته الزمن تهانين لمحمد بن سالم بن محمد المري وشكرا نابو فارس أيضا من قدم بهذا الانطلاقات الجميلة بينما المركز الثالث أتانا هناك برق لسالم بن حمد بن دريل فلاحي سبع دقائق سبع وثلاثين ثانية جزئين من الثانية توقيته زمن فلاحة لسحمي بن سعيد بن فلاحة لحبابي أيضا بينطلاقته وخامسة كان شديد